حذر مدير عامي مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة علي الأهدل من استمرار قيام ميليشيا الحوث الإرهابية بإتخزين الأسلحة والذخائر وسط أحياء آهلة بالسكان في المناطق التي تحتلها وأوضح الأهدل أن ميليشيا الحوث عامدت إلى تخزين الأسلحة والمتفجرات في أحياء مكتظة بالسكان في مدينة الحديدة ومديريتي الصليف ورأس عيسى ومزارع متفرقة في مناطق أخرى معرضة بذلك حياة الآلاف من المدنيين لخطر الموت